عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته واحد تاني ماسك ثقية الحج فبالتاني بقى مين اللي حيقدر يأثر على التاني لابد ان يكون مين العباس عشان قطر هو عم النبي وخلي بالك انحنا نتعرض فيما بعد الى موضوع فتح مكة وانهو كل هجس اللفه الملعون ابن اسحاق ليس لم يحرس على الاطلاق فتح لمكة مكة دخلت طوعا في الاسلام لانه كانت مصلحتها في هذا المهم هنا بقى في الجيش بقى رايح على مكة على حسب الهالس اللي بقوله ابن اسحاق قولك فلما نزل رسول الله مر الظهران قال العباس ابن عبد المطالب فقلته يعني العباس قال سمعوا ابن اسحاق فقلت واصباحا قريش والله لان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل ان يأتونه فيستأمنونه انه لهلاك قريش الى اخر الظهر يعني انه هو دخلها عنوة يبقى معنى كده انه هو هيستأصل قريش كلها الى اخر الظهر قال فجلست على بغلة رسول الله البيضاء اه قال بالك البغلة بتاعة رسول الله كانت بيضاء مخططة اه فخرجت عليها قال حتى جدت الاراك فقلت لعلي اجدوا بعد الحطابة او صاحب يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ليخرجوا اليه فيستأمنوه اه قبل ان يدخلها عليهم عنوة خبالك ان احكاة الفتح عنوة ده بدأ التعبير ده بدأ في العصر العباسي انه هو البلد اللي بيفتحوها طبعا ده كله من اثر الفتحات الكافرة اللي عملها الزنديق ابو بكر البلد تفتح عنوة بتبقى مستباحة قتل الشرفاء المدافعين عنها واستباحة نسائهم واسترقاهم الى اخره وضفر ضد الجزية ده طالما فتحت عنوة اما هي اللي دخلت لهم كذا فبيعملوا الاخر فبقولك انه لو هو دخل عليها عنوة يبقى حيبها دله يعني فيستأمنوا قبل ان يدخلها عليهم عنوة فوالله اني لا اسير وكذا اذا سمعت كلام ابو سفيان وبدين هم يتراجعاني وابو سفيان كان طلع بقى فليه ابو سفيان جاي ومعاه واحد تاني اسم ابو بديل ابن ورقاء وبعدين بيكلموا بعض يتراجعاني يعني يتراجعاني في الكلام وابو سفيان يقول مرأتك ليلة النيران القطوى لعسكرا قال يا كل مدينة والله هذه خزاعة مش عارف ايه الى اخيره فعرف بقى صوت ابو سفيان فنادى عليهم قلت واحك يا ابو سفيان هات رسول الله في الناس واصباع قريش قال فما الحيل فدك ابي وامي ابو سفيان قال له طب نعمل ايه عباس فدك ابوي وامي قال والله لان ظفر بك لاضربانا عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى اتي بك رسول الله فاستأبنه لك اركب ورايا هنا على البغلة البيضة دي فاركب خلفي وارجع صاحبها فجئت بيه كما كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فاذا رأوا بغلة رسول الله وانا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي يعني ذاتي اوكي مش غريب ولا عالي ده عم رسول الله كلتم عارفين وياخوان يعني من غير ما بكون معا يعني ايه الرقم القومي ولا حاجة حتى مرات عمر بن الخطاب قال من هذا فلما رأى ابو السوفيان اكدها قال ابو السوفيان عدو الله الحمد لله لذي امكن منك غير عقل ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله وراكدت البغلة فسبقته بها فاقحمت البغلة اهم شيء دخل رسول الله فدخل عليه عمر فقال رسول الله هذا ابو سوفيان قد امكن الله منه غير عقد ولا عهد فدعني لأضرب عنقه قال فقلت يا رسول الله اني قد اجرته ثم اجرت الرسول صلى الله عليه وسلم فاخصت برأسه وقلت والله لا ينجيه الليلة دوني رجل فلما اكثر عمر فقلت مهلا يا عمر فالله ان لو كان من بني عديم لك ما قلت هذا ولكنك قد رفت انه رجل مش عارف من بني عبد مناف فقال مهلا يا عباس والله لا اسلامك لا مش عارف ايه لا المهم يعني يشده مع بعض في الكلام وبعد كده بقى قال اذا به عباس ان رحلك فاذا اصبحت فأتيني به روح به معاك عندك الى رحلك يعني معنى كده ان العباس كان بقى في الجيش وليه رحل وقاعد معنى امال بقى ان نسألك ايه الراجل ده فقال لي ده ما تركبش على بعضها المهم بقى فلما اصبحت دوت بي رسول الله فقال له ويحك يا ابا سفيان لك ان ترعب انه لا يلا الله الى اخر من بعد يتكلموا ويحكى ان ترعب ان رسول الله الى اخره فقال يعني عباس ويحكى اسلم وشهد ان لا يلا الله ونحوه رسول الله قبل ان تضرب علقك فشاهد شرعة الحق فاسلم قال للعباس قلت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له له هذا يعني فقال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلاق بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن الى اخره المهم بقى طبعا اصبحت لحكاية من دخل دار كذا اصبحت مشهورة والاختراحة هو ابن الذين كفروا ابن اسحاق وبعدين مش بس كده لا دقول لك ومرت القبيلة كلها على رياتها كلها مرت قبيلة يعني العباس رح واقف وقف معها ابو سفيان والجيش ماشى قدامهم وعشي الخطر بقى يبهروا ابا سفيان فيقول عباس من هزيق قال سليم ومالي ومالي سليم ثم القبيلة يمن هؤلاء قال لمزينة قال لمالي ومال مزينة وبعدين الى اخر ولا غاية مر رسول الله في كتبات القضراء المهم يعني النبي على حسب الكلام الهلسي ده كان عمل عرض عسكري قدام ابو سفيان عشان يبهر ابو تموحة تبهروا ليه تموحة رجل اسلم ودخل في طوعك بعد كده رجع بقى رفجوع يقول لك وحدثني الزهري طبعا قلنا انه ولا شاف الزهري ولا شافه عن كذا عن كذا ان الخال ان لمع رسول الله اخذ بحكمته وكنت براء جسيما شديدا الصوت يا أيها الناس ده بقى في ده بقى في موضوع حنين ان لما نسطلع يجروا تابا الشيخ ابن اسحاق الفرصة ده بعربونا ذكر ويامو احنا اذا عجبتهم كثرتكم ده في صورة التوبة فنسفرت وبعدين رجعت مين بقى اللي رجع الناس العباس من الذي ارجع الناس لقد كان العباس بقولك وان كذا اخذ بقى بالجام كذا وكنت براء جسيما شديدا الصوت ورسول الله يبشى عارف ايه فاعد زع يا معشر الانصار يا معشر كذا وبعدين لغت لما جمعهم مع بعض وحادث النصر اذا مين بقى سبب النصر مش كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في صورة التوبة لا ده سبب العباس شكرا احباتي وعليكم السلام شكرا